هل يجوز للمرأة أن هي تفتش تليفون زوجها؟ لا لا يجوز ولا هو ولا هو لا يتجسس علي عارف ليه؟ هيفتح باب الوسوسة وباب الشك وباب الظن ده من باب ولا تجسسه؟ هو عام عام يشمل الحياة الأسرية وغير الأسرية لأن كل إنسان له خصوصياته طب ابني إذا بلغ سن الرجد أو بنت بلغت سن الرجد هل يجوز لولي الأمر أو للأب أو للأم يفتشه في تليفونات ولادهم؟ لا لا يجوز أيضا إطلاقا ليه بقى حضرتك هو أولا كان مفروض يربيهم من الأول وإنما حضرتك إحنا ناخد بالعموم والإطلاق لا يجوز لأن الأصل في الإنسان المسلم أن يكون أمينا صادقا ومفروض الأبوين ربيا الأولاد على مكارم الأخلاق الوقت بيعد مع حضرك بصرعة ولذلك تلاقيني خلال الفقرة ما بحبش أسأل كتير لأننا نعرف حضرتك يعني عارف الناس عايزيني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء شكرا لك أستاذنا الدكتور أحمد كريمة وبشكرك جدا لوجودك معنا في أول حلقة يعني من حسب الطالع أن هي أول حلقة في السنة إن شاء الله سنة مباركة على الإنسانية جمعاء ادعينا بمسلميها وغير مسلميها اللهم صل وسلم على سير محمد وآله اللهم اجعل هذا العام المدني عاما رخاء على البشرية أجمعين اللهم إننا نسألك يا رب بحق قولك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله اللهم اطفئ نيران الحروب في فلسطين وفي غير فلسطين احقن الدماء وصن الأعراض واحمل أموال واجعل للبشرية جمعاء عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مؤزن ولا فاضح الله وآله وأختم بما قاله الإمام أحمد بن حمبر رضي الله عنه لو كانت ليه دعوات مستجابة لو هبتوها للسلطان فلو كانت لأحمد كريمة دعوات مستجابة لو هبتوها للسيد الرئيس عفتاح السيسي اللهم شد من أزره واجمع حوله الصالحين وأكمل به بناء الجمهورية الجديدة يا رب العالمين خير ما نختم به هذه الحلقة الأولى في العام في التأسير أنا أشكر حالك جدا أستاذنا الفاضل أستاذ دكتور رحمة الكريمة أستاذ الفقر المقارنة جامعة الأزهر الشريكة